السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة هنتكلم عن سؤال الديالوج زي ما بدأنا الفيديو اللي فات بداية سلسلة ازاي نحل سؤال الديالوج. عندنا سؤال النهاردة بتاعه بيقول وطبعا من الهيدنج ده واضح ان هنا بنتكلم عن المستقبل اللي هي قاعدة اللي هي بتبقى قبليها وبعد كده وبعد كده في المصدر والعنوان بيتكلم عن ان سارة بتخبر مونة ان هي سوف تسافر الى اسكندرية الاسبوع الايه القاضي. اه طبعا سارة بتقول هالو مونة ازاي كمونة? فمونة بتقول لها هالو سارة اه بترد التحية طبعا ازايك يا سارة? وسأل السؤال وعرفت مني ان هو سؤال ان في الاخر فيه كويتشن مارك. فسارة طبعا علشان اجاوب في نمبر ون لازم اشوف الاجابة اللي هي هتبقى اللي هتقولها سارة لايه لمونة? فسارة بترد بتقول لها ايه? انا اه بخير شكرا. يبقى على طول ارجع تاني لنمبر ون ويبقى السؤال كيف حالك? فردت سارة قالت لها انا سوف اسافر الى الاسكندرية الاسبوع الايه القادم. طيب اه بعد كده نيجي على نمبر برضو ده سؤال. الرد عليه علشان اعمل السؤال لازم اشوف الرد. فالرد هو اللي تحتيه بيقول لي ايه? صارة بتقول لكي ازور عمي اللي بيعيش هناك. طالما الاجابة بتوزد الفعل في المصدر يبقى على طول كلمة الاستفهام المستخدمة هي واي. طيب دلوقتي اه هنا لازم نلجأ للعربي. لان يا سارة بتقول لكي ازور عمي. يبقى اكيد السؤال لماذا انت اه اه سوف تسافر الى الاسكندرية الاسبوع القادم علشان يبقى الرد لكي ازور عمي. فيبقى السؤال بقى زي ما التفاعل ان انا هستخدم علشان الاجابة عندي لقولنا زياد الفعل في المصدر بمسأل خلاص. وبعد كده بقى ايه اكمل السؤال ان انا ستنكتب العربي اللي هو ايه? لماذا انت زاهبة الى الاسكندرية? هنلاحظ ان الاجابة بتاعت فوق. خدوا بالكم الاجابة بتاعتها تحت بتقول لي ايه? خلاص عرفنا ان هي ديت هتخلينا اقول في نامبر لما كملت بقى قالت ايه هنا بقى ممكن اعمل منها السؤال بواي. فتبقى وبعد كده هنا في ايه واتفقنا ان انا هعمل مقص اه مع فأيام تتحول لاريو. يبقى ده السؤال اللي انا هحطه فيه في نامبر اه فصار ردت وقالت فطبعا خدوا بالكم ان في الاخر الفيديو انا بنزل الايجابات. المهم ايه? فنيجي على نامبر سري برضو ده سؤال الاجابة بتاعته ايه? اللي قال لتحتيها اللي هي بواسطة الكطار. فيبقى هنا بيسأل على ايه? عن وسائل المواصلات وهنا على طول بستخدم كلمة اللي استفهام. هاو. وبرضو انا عارف خلاص الفكرة ان السؤال حيبقى ايه? كيف اه انت سوف تسافري الى الاسكندرية? خلاص اللي ندية الايه? الموضوع بتاع الديالوج. فيبقى هاو. وواضح ان الزمن بتاعنا اللي هو قاعدة جونج تو. فبرضو يبقى هاو. آر يو جونج تو فيزيت آآ تو ترافل توالكزندريا. برضو نوخدها منين? مين اللي هي اللي تحت نامبر وان فوق. اللي هو ايام جونج تو ترافل توالكزندريا نكستويك. حعمل سؤال بهاو. فتبقى هاو. كيف انت سوف تسافري الاسكندرية? فكانت الاجابة تحتيها. فعند نمبر سري. دي كده اجابة نمبر سري. اللي هي هاو اريو جونج تو ترافل توالكزندريا. فاجابتها تحتيها باي ترين. بعد كده من هنا قالت ايه? هاو يو بوكد زا تيكت سيت? طبعا ده السؤال ده ايس ارنو كويتشن وزمنه بريزن بيرفكت. مدارعة تام. اللي هو هاف وهات زاد التصريف التالت للفعل. ادي هاف وادي بوكد بوكد ديت. تصريف تالت من الايه من الفيرب بوك اللي هو يحجز. وناخده بالنا ان في بريزن بيرفكت في المدارعة التام لما اجي بجاوب بجاوب بمقص برضو. زي وزي فبما ان ده سؤال ايس ارنو كويتشن. فانا هجاوب بايه? هنا بيس. طب ليه يس يا مستر? ليه ما قلتش نو? لان لو كملت قال لي ايه? اه احنا حجزناهم الاسبوع الايه الماضي. يبقى هل هم حجزوا ولا محجزوش? لا حجزوا. نعم حجزوا. فعشان كده استخدمت يس. فيبقى يس. وهاف يو هعمل لها مقص. اليو هنا هتنزل تبقى ايه? وي لان هنا بيتكلم عن الاسرة يعني. فيبقى نعم حجزنا. وكمل احنا حجزناهم الاسبوع الماضي. طيب بعد كده مونة قالت كم طول المدة? كم طول المدة? سوف تبقوا ايه? هناك. اه طبعا ده سؤال الاجابة بتاعته بقى اللي هي هتبقى كده 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 كلمة الاستفهام اللي هي بتترمى وبما ان السؤال في فعلا ناقص لهو فلما يجي يجاوب برضو بعمل مقص. فويل اعمل لها مقص مع يو. فتبقى ايه? هنا يو هتنزل تبقى ويل لان بيتكلم برضو عن الاسرة. يبقى آآ طبعا بتنزل عادي والزير بتنزل عادي. واقول مثلا ايه? آآ آآ لمدة التلات ايه? ايه? ايام. يبقى الاجابة هتبقى احنا سوف نبقى هناك لمدة تلات ايه ايام. وزي ما قلنا دلوقتي احنا بنزل الاجابات علشان اللي ما كانش منتبه معايا يبقى شايف الايه? الاجابات قدامه. واتمنى ان تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.